السلام عليكم ويومكم سعيد في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول نقدم لكم طريقة من أجل تجيل دروس ومحاضرات بالصوت عبر خاصية أو برنامج الباور بوينت هذه الطريقة يحتاجها شحام الأستاذ وشحام المعلم من أجل تقديم دروس عن بعد أو تجيل دروس ومحاضرات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك واليوتيوب وغيرها مع التلاميذ والطلبة هذا الفيديو هذا جاف هذا الضرفية بالضبط لأن كيف تعرف العالم حالياً يعاني من وباء فيروس كورونا وكذلك المغرب يتضرر من هذا الفيروس لذلك التجأت الحكومة إلى تعطيل جميع الأنشطة التعليمية والتجأت إلى تقديم الدروس والمحاضرات عن بعد وفي هذه المناسبة كل أستاذ أو معلم يحتاج أنه يقدم هذه الدروس ويقتسمها مع التلاميذ والطلبة عن بعد خصوصاً كيف كان عرفوه بأن الدراسة عن بعد عندها عراقيل بالنسبة للناس اللي ما عندهم مش الكونيكسيون ولا بعض الأحيان تكون الكونيكسيون تقيلة مزاف لذلك ما نطورش عليكم أن نوريكم بعجالة كيفاش أن أي واحد يمكنه يقدم الدرس عن طريق الباوربوينت بدون لجوء إلى أي خاصية أخرى أولاً الخطوة الأولى اللي خصني نديرها وهي تحضير الدرس وهذه خطوة مهمة أي أستاذ أو معلم بغي يقدم الدرس أو المحاضرة خصو يوجدها عن طريق الباوربوينت من البداية حتى النهاية حيث تكون وجدة في هذه اللحظة كينتقل لمرحلة الثانية المرحلة الثانية وهي تسجيل يعني بداية تسجيل المحاضرة أو الدرس كنمشيو الأيقونة ديال الديابوراما كيف كتشوفوا على الشاشة كليكي على انغو جيستخي لديابوراما من البعد أنه كي يعطي نحصل على واحد الرسالة أخرى هذه الرسالة على الشكل التالي فيها الأيقونة الأولى والثانية الأولى كتقول بأنه يمكن ينسجل المحاضرة من أو الباوربوينت من البداية من أول ديابوزيتف إلى الأخير أو نكليكي على الأيقونة الثانية والميساج الثاني اللي كي يقول لي أنني نبدأ التسجيل من ديابوزيتف اللي أنا فيه فتح ديابوراما فتح الباوربوينت في هذه اللحظة هذه بطبيعة الحال نحن محتاجين بأننا نسجل المحاضرة من الأول حتى الآخر لذلك نكليكي على الأولى كمانسي لانغو جيستخمون أو ديبي من بعد كيف كتلاحظو كيخرج لي هذا الميساج بهذا الشكل هذا اللي كنخلي فيه مكوشين بجوج الرسائل بجوج وكنكليكي على ديماغي لانغو جيستخمون وكنتقل المرحلة الموالية هو أنه بداية تسجيل البرزونتاسيون كتتم تلقائيا كيف كتلاحظو على الشاشة في الخطوة الموالية كيف كتلاحظو أنه حتى يتم لانغو جيستخمون أوتوماتيكمون أو بشكل تلقائي كيولي تسجيل جاري لذلك في هذه اللحظة سنبقى نسجل أي حاجة قلتها رتا تبقى تسجيل بالمناسبة هو الطريقة اللي سنشرح لكم دبارا هي اللي أنا مستعمل حاليا في تسجيل هذا الفيديو ماستعملش برنامج آخر لكي يشد لي الفيديو أو الشاشة كاملة أو الاحتلاء خرجت من الباوربوينت ومشيت الفيسبوك أو اليوتيوب كي تسجيلها إلا هذا فقط تسجيل غير ما هو في الباوربوينت لذلك أنا حاولت تدري تسجيل الجميع المراحل أو الخطوات بشتوفهم وفي نفس الوقت صارها كيت تسجيل من بعد التسجيل يعني كان تاهم التسجيل أو جميع الخطوات اللي درتها بتقديم الضر كان نبغي نشوف واش فعلا تسجيل الكلام ديالي ولا لا فهذا اللحظة هذي كان مشي كيف تتلاحظوا هنا بأنه كان واحد في الديابوزيتيف واحد المكبير الصوت هذك المكبير الصوت كان نكليكي عليه وكان نشوف شحامل ثانية أو دقيقة اللي استغرقت في كل خطوة وكان سمع لها مزيان هذي بكل ديابوزيتيف من البعد نشوف كيفاشت المرحلة السابعة في هذه المرحلة السابعة بغيت نشوف كيفاش تتم تسجيل الفيديو أو الباوربونت من البداية حتى النهاية مشي كل ديابوزيتيف على حدة لذلك كان مشيو الأيقونة على اللي صر الفوق على اللي صر كان لقاوها كما وضحها في الشاشة أبارتيغ ديبيو كان كليكي عليه وكان نشوف جميع الخطوات من البداية حتى النهاية النهاية أو إلى نهاية سجيل الفيديو من البعد كندوزو المرحلة المهمة وهي مرحلة حفظ الفيديو كان كليكي على فيشي أو فايل بالنسبة اللي عندو الترجمة بالانجليزية كان كليكي على كومبخيسي الميديا وكانختار الكاليتي دي الميديا تكون مزيانة ومن البعد كان كليكي على انغوجيستخيسو يعني الحفظ ديال الفيديو وأخيرا كان نحاول نسجل أو نحفظ الفيشي ديالي ما ننساش باش نوضع الاسم مثلا تسجيل دروس ومحاضرات بالصوت ونركز على مسألة مهمة هو في هاد اللحظة تايب نكليكي على ويندوز ميديا فيديو مهمة جدا ما نخليهاش باوربوينت أو لشكل بي دي اف وكن نقوم الضغط على انغوجيستخي وتيتم الحفظ ديال الدرس أو الفيشي بشكل تلقائي كما كنلاحظو في الخطوة النهائية كيف كتشوفو في البرحالة الاخيرة كيتم تسجيل الفيديو تلقائيا كتتلاحظو في الاسفل ديال البرزونتاسيون يتم تسجيل الفيديو هاد اللحظة هادي كياخر تسجيل الفيديو وقت طويل شوية قدر يكون دقيقة جو دقائق لحسب الطول ديال الفيديو من بعد ان حي تتسالي كتمشي للبيرو ولا البلاصة اللي يسجلت فيها الفيديو ديالك وغادي تلقوا تلقى ديك السعب انه فيديو عادي وليس شكل بريزونتاسيون باوربوينت من بعد يعني ممكنك تقتسم الدرس ديالك أو المحاضرة مع التلاميذ والطالبة ديالك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك أو لليوتيوب أو غيرها لذلك من هاد المنبر بغتن نطلب وليو كان دعيه بنسبة الأساتداء والمعلمين وغيرهم باش يحاولوا يحضروا دروس عن بعد بهذا الشكل هذا اللي هي شكل اظن بانه ناجع ويبرتجوها مع تلاميذ ديالهم وطلبة خصوصا فهذه اللحظة اللي احنا كان عانيوا فيها من أزمة كورونا فيروس وان شاء الله تعمل فائدة لجميع نتمنى عن ما تقول شعلكم وكانت هاد الفيديو مهم جدا لأي واحد بغي يقدم بريزونتاسيون على هاد الشكل وشكرا وإلى فيديو آخر ان شاء الله